لا إله إلا الله الله هو أكبر الله أكبر ولله الحام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك هستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعاة فجعله موثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سأذكر من يخشى وتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده نصح آل 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 الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغوب عليهم ولا الطالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضرية لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكوار موضوعة ونمارك مبسوثة ونمارك مصفوفة وضرابي مبسوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الأخبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله اللهم حميدا اللهم حميدا اللهم حميدا اللهم حميدا أموال 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله الله سبحانه وتعالى يقول ولي تكمل العدة لذلك يمكنك تقوم بكثير عبادة العبادة عبادة فريدة عبادة الله سبحانه وتعالى اختصت بها هذا الشهر وجعلها فرضا هذه العبادة الله سبحانه وتعالى يقول ولي تكمل العدة أفضل ذات أفضل ذات أفضل ذات ولي تكبروا الله على ما هداكم وأنتم كبرتم الله وأكملتم العدة ثم يقول الله تعالى وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثم يمكنك تكبروا الله سبحانه وتعالى نشكر الله سبحانه وتعالى أفضل ذات أفضل ذات أفضل ذات أفضل ذات أفضل ذات أفضل�z المسلمين هي مختلفة. العيد للمسلمين هي عبادة. أولاً هي عبادة. عندما تتعلم العيد، تتعلم الله سبحانه وتعالى. ما هذا العيد؟ أولاً، تتعلم تكبير. ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا هو عبادة. ثم تتعلم صلاة العيد. العيد هي صلاة. ذكر و صلاة. ثم قبل صلاة العيد، تتعلم زكاة الفطر و الصدقة. الصدقة هي واحدة العيد. صدقة المستحبة. زكاة الفطر هي زكاة الأبدان. شخص يسألني مجردًا، لدي بعض المسلمين. هل يجب أن أعطي زكاة الفطر؟ أقول نعم. زكاة الفطر ليس على المال. زكاة الفطر على الناس. طهرة للصائم. كل شخص يومي. يجب أن يجب أن يجب أن يجب زكاة الفطر. يجب أن يجب زكاة الفطر. حتى لو يجب زكاة الفطر بعد ذلك. ولكن زكاة الفطر. هذا أيضا من عيد. أيضا من الصدقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يجب أن يجب أن يجب زكاة الفطر على الناس. يقول يا نساء المسلمين تصدقنا. أعطي صدقة. هذه الصدقة المستحبة. لذا يجب أن يجب صدقة و عيد. أعطي زكاة الفطر. يجب أن يجب. يجب زكاة الفطر. و بالالة العزيزة أضعه. و يجب أن يجب. يجب أن يجب. و بدأت الانساء المسلمين بها. يجب ان يجب زكاة الفطر. كيف يجب وصدقة المستحبة. هذا أيضا من عيد. عيد. زكر. صلاة. زكاة. صدقة المستحبة. وصلت الارحم to connect between the relatives you should make sure to connect with your relatives all over the place now it's very cheap, you can call even the internet you have to call your relatives this is part of the Eid part of the Eid also to visit your brothers in Islam to connect to each other this is our Eid our Eid it is coming after Ibadah رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنتم مدينة يجب أن يتعلمهم بشكل عياد لا يوجد عياد يقول أن الله أبدلكما الله أبدلكما بدل يعني أنه ليس إنه فقط عيد عيد الفطر وعيد الأضحى عيد الفطر بعد عبادة الصيام عيد الأضحى بعد الحج بعد عبادة في عرفة ومسدلفة وعمل لم يومينة هذا هو عيد الأضحى ثم يعدك إضحيك هذا بالمدينة كالتيبanzaون فطرنا لكل قوم نعيد كما د reads عيد الأوم 可能ة أو تواكن مثل مثاليا أو بال Livio أو فطرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ل قال وكل قوم نعيد وهذا عيدنا for every people they have Eid and this is our Eid now Allah subhanahu wa ta'ala we want he wants us to continue what you have done as Ibn Kasir he mentioned in one of the tafsir he said there is woman in Mecca this woman used to make sewing or actually yarn bring the wool and she bring other women with her and they start making pieces of clothes or maybe jacket or maybe whatever, they spend the whole day doing that after the finish she start destroying what she has done you know if you know how to do these things after you spawn it strongly if she start with the first one and start pulling they pull everything and completely make it into back to the original one to this woman is she's not she's not a mindful woman she has no brain she after spends the whole day and she hired other women doing this and then after that she start to tear it apart الله سبحانه وتعالى revealed some آيات in سورة النحل he said ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة not to be like her who remove or destroyed her what she has done after it was very strong and she tear it into pieces this is exactly what happened to many of us unfortunately after Ramadan we have done so many عبادات do not do like this woman after you made so many عبادات and then الله سبحانه وتعالى raised your level of ايمان now many of us unfortunately they don't know fasting except in Ramadan no fasting outside Ramadan six days of the shawwal you fast monday and thursday you fast three days of the month 13 14 15 ايم البيضاء you fast day of عرف when you are not in haj you fast عشرا of محرم all this fasting so you shouldn't not just once you finish Ramadan stop fasting completely same with reading the Quran many of us alhamdulillah at least you finish reading the Quran at least once in Ramadan after Ramadan they put it on the shelf this is called hajr deserting the Quran Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala say وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور the prophet say oh Allah my people they deserted this Quran how you deserted you don't read it you don't read it and this is what happened after Ramadan so don't be like this woman after she does a great job and strong fiber strong material strong thing the piece of clothes that somebody can wear she pull it and bring it back to the original destroy it completely so if you read you have to make some word for you after Ramadan you finish the Quran at least once a month or maybe twice I mean maybe once a month or maybe every two months you have to make some word for you don't go back to the what happened before because actually the sign of that Allah subhanahu wa ta'ala has accepted your abadat in Ramadan how do you know you see you should see yourself changes after Ramadan than different than before Ramadan now if you go back to the same thing that before Ramadan this is something wrong so we should continue now reading Quran we see people read Quran a lot in Ramadan and then after that completely stop don't be like this woman as Allah subhanahu wa ta'ala said do not be like her and then also we see people after Ramadan nothing to pray after Isha which is completely wrong you should have something after Isha what 11 rakahs 9 7 at least 1 rakah Allah subhanahu wa ta'ala what you should not stop this because this is you learn this in Ramadan but it is after Ramadan also you don't have to pray the whole Quran you don't have to pray in jama'ah you pray at home even if you pray 11 rakahs at home with short surahs you can finish in no time so this is very important that because Allah subhanahu wa ta'ala as Rasulullah s.a.w. said the one is continuous even it's small even it's little but it's continuous continuous is very important so this is what my advice to myself and for everyone of us that we should not go back to what we used to be before Ramadan because this is like the woman that Allah subhanahu wa ta'ala described here this woman in Mecca that has no brain we should not be like here shouldn't be like here and destroy what you have done Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Wallillahilhamd Astaghfirullah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Wallillahilhamd we should not we should not forget our brothers and sisters in all over the Islamic world they are suffering so many places but we still have to celebrate Eid because celebrating Eid is part of our deen and Allah subhanahu wa ta'ala will inshaAllah help them this deen this deen will never be destroyed and this is the promise from Allah subhanahu wa ta'ala this umma suffers but at the end the victory for Islam there's so many promises in the Quran Allah subhanahu wa ta'ala told us Allah subhanahu wa ta'ala said that this deen will be prevailing so and all this the trial and all this war against this deen and this is a small book the Quran that you see they are not able to destroy it this book is staying until the day of judgment Allah subhanahu wa ta'ala promised that and Allah subhanahu wa ta'ala as the Prophet Muhammad sallallahu wa ta'ala said that this deen will enter every house every house in this earth وَلَنْ يَتْرُكَ اللَّهَ بَيْتَهَا مُدَرْ and Rasulullah sallallahu wa ta'ala said this deen will enter every house on this earth بِعِزَّ عَزِيزْ او بِذُلِّ زَلِلِلِ either that the people will accept it or they will be humiliated and this is what's happening this is what's happening that this deen more attack on this deen and the deen is spreading more and this is not a secret and that's why they actually the enemy of Islam they working very hard and Allah subhanahu wa ta'ala يقول لا يغررنك تقلب الذين كفروا في البلاد بَتَاعٌ قَلِيل وَأَوَهَمْ جُهَنَّمَ وَبِئْسُ الْمَصِيرِ don't be fooled don't be fooled what's the power that they have this is very limited Allah subhanahu wa ta'ala above them and the deen is spreading and inshallah we should be supporting our brothers and sisters all over the place with our du'a with our sadaqat and inshallah we will be celebrating inshallah the Eid in Jerusalem don't mind what the United States say about recognizing Al-Quds as capital of Israel all this has no value because eventually the victory for Islam Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد at the end we advise you to توسع عن الأهل treat your family good give them more in these days this is the days of celebration أنا صلى الله صلى الله سيد العيد فرحة العيد الصلة العيد محبة وكل عام أنت بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زمم the first آه kills تِرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَرَحْ في غمرة بهجتنا هنو يلا اللي تحبون في حزت هالعياد وش باقي غير العياد في غمرة بهجتنا هنو يلا اللي تحبون في حزت هالعياد وش باقي غير العياد والعيد شرف بالحب الله يا حيد مادمنا مع بعضنا دامت مسعيد والعيد شرف بالحب الله يا حي ما دمنا مع بعضنا دامت مسعي دامت مسعي آه 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 فيه الفرحة معهودة افرح وانسى أحزاني فيه الضحكة معصولة ذاعبها بكل شجاني فيه الفرحة معهودة افرح وانسى أحزاني فيه الضحكة معصولة علية الحاني ردد كلمة منشودة عيد مبارك بلحاني خلي العيد بحلولة فرحة وسامير خلاني والعيد شرف بالحب الله يا حي ما دمنا مع بعضنا دامت مسعي والعيد شرف بالحب الله يا حي ما دمنا مع بعضنا دامت مسعي دامت مسعي مال الضيقة والأحزان فيها الجو مكان وبتضيم والونات راحوا ولا زمانة مال الضيقة والأحزان فيها الجو مكان وبتضيم والونات راحوا ولا زمانة نبض الساعات والبسمات حانوا على الناوانة فرحة تعيت فيه تزيد وتتفخر فيك يا أنا وتتفخر فيك يا أنا حبل الود يجمعنا في عيد السعادة ضيف أحبابنا نور واللي غايب النادى حبل الود يجمعنا في عيد السعادة ضيف أحبابنا نور واللي غايب النادى قل لباح كان حلوة عني صوت بزيادة لتغيبين عسى لغماتك بعيد الهنى عادة قل الضحكة الحلوة عني الصوت بزيادة لتغيبين عسى لغماتك بعيد الهنى عادة شيطان قال لله بعزتك وجلالك لابرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم I will not stop distracting the human beings as long as they have souls left in their body I will not stop distracting حبل الود يجمعنا في عيد السعادة ضيف أحبابنا نور واللي غايب النادى حبل الود يجمعنا في عيد السعادة ضيف أحبابنا نور واللي غايب النادى قل الضحكة الحلوة عني الصوت بزيادة لتغيبين عسى لغماتك بعيد الهنى عادة قل الضحكة الحلوة عني الصوت بزيادة لتغيبين عسى لغماتك بعيد الهنى عادة شيطان قال الله بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ حصابتًا أوروحهم Using المخبرة لما يستخدم تطبكون